ينضم إلينا من القاهرة محمد فتح الشريف الكاتب المقتص بالشأن الليبي سيد محمد المجتمعون في ملتقى الحوار الليبي السياسي اختلفوا حول أليتين الألية الأولى تتضمن ثلثي النواب زائد 50% زائد 1 من كل إقليم الأقليم الثلاثة والألية الثانية نفس الأمر ثلثي النواب لكن 60% زائد 1 من كل إقليم هل هذه التفصيل الرفيع للغاية ربما يعني تفسد هذه الأجواء التفاوضية بين المجتمعين بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضرتك وبكل مشاهدينك الكرام في البداية يعني أعتقد أن الخياران الذي توصلت إليهم البعثة الأممية وطرحتهم على المشاركين الخيار الأول هو سلسي الأعضاء زائد 50% زائد 1 وأعتقد هذا هو الطرح الذي يجب أن يذهب إليه لأن الجميع يريد أن يكون المشاركين في هذا الحوار متفقين بنجبة 100% يعني 75 عضو الذين اخترتهم البعثة الأممية يمثلون كافة الأطياف رغم أن هذا الكلام غير صحيح لأن الاختيارات التي قامت بها ستيفاني ويليمز لم تكن على المستوى المأمول ونددت بها كل القوى السياسية داخل ليبيا وقلنا ملالا وتكرارا أن منهجية الأمم المتحدة في إدارة الحوار وخصوصا الحوار تونس ستكون نتيجته الحتمية الفشل قلنا في منابر إعلامية قبل أن يتم الإعلان على فشل الحوار السياسي في التوصل إلى نتاج أن الآليات والأسس التي تم بناء الحوار السياسي عليها أسس خاطئة وأن منهجية الأمم المتحدة حتى في اختيار المشاركين هناك بعض المدن لم تمثل بشكل كامل هناك أيضا بعض القبائل الكبيرة التي تمثل خمس سكان ليبيا لم تشكل بشكل كامل وأعتقد أن كل هذه الأطرحات ترحت عندما تم تسريب أسماء المشاركين في مرتقى الحوار الليبي قبل أن يتم الدفع بهم مرة أخرى ويبدأون الحوار بهذا الشكل وبالتالي النتيجة الحتمية لهذا الحوار هو الفشل فأعتقد أن اليوم أثبتت استيفاني ويليامز أن منهجية الأمم المتحدة في إدارة الحوار السياسي فاشلة ولم تحقق أي نتائج إيجابية لأنها بنيت على أسس خاطئة يا سيد محمد إذن لماذا تحاول البعثة الأممية وسيدة استيفاني ويليامز أن تصل إلى حل سياسي متجنبة تماما البرلمان المؤسسة الشرعية الوحيدة الموجودة حاليا في الأرض الليبية لماذا تتجاوز تماما السيد عقيلة صالح تتجاوز برلمان تبرق أو بني غاز يعني أعتقد أن البعثة الأممية منذ بداية الحوار السياسي منذ مؤتمر باريس وباليرمو ثم مؤتمر برلين وإعلان القاهرة كل هذه المؤتمرات دارت حول إيجاد حل سياسي حقيقي ولكنهم تغافلوا البرلمان وأعتقد أن هناك مؤامرة تدار من جانب جماعة الإخوان الإرهابية حول البرلمان الليبي والجميع يدرك ذلك جيدا عندما ذهبوا إلى مدينة طنغة المغربية كانوا يريدون أن يكون هناك التئام للبرلمان فبالطبيعي أن يكون اجتماع التئام البرلمان يكون في مدينة بني غازي والمكر الدستوري للبرلمان لكن عندما يذهبون به إلى غدامس كانت هناك مؤامرة تحاك حول تغيير رئاسة البرلمان وتغيير اللائحة الداخلية للبرلمان حتى يتحكم في جماعة الإخوان الإرهابية وتصير مسائرا مغايرا لأن جماعة الإخوان الإرهابية لم تكن تتوقع في 2014 أن يخزلهم الشعب الليبي وأن الشعب الليبي يأتي بالوطنيين فقط وكان تمثيلهم أقل من 20% ومع ذلك تآمروا على البرلمان وعطلوه كثيرا في البداية كان البرلمان الليبي هو الجهة الشرعية الوحيدة حتى اليوم هو الجهة الفعالة الحقيقية ولكن التآمر على البرلمان من جماعة الإخوان الإرهابية لا يزال عرضا مستمرا وأعتقد أن الجميع اكتشف ذلك عندما دعوا إلى التآم البرلمان في تانجا ثم الدعوة إلى غدامس ثم بعد ذلك يتحدثون عن تغيير رئيس مجلس النواب وتغيير اللائحة الداخلية وهو الأمر الذي رفضه أغلب النواب الوطنيين وأعتقد أن هذا الأمر أيضا يضر العملية السياسية التي كان يجب البرلمان الليبي أن يقوضها لأنه هو الجهة الشرعية الوحيدة كما تفضلت حضرتك وذكرت محمد فتح الشريف الكاتب المختص بالشأن الليبي كنت معنا من القاهرة فشكرا لك